هنا بجماعة بن قيل القروية بإقليم في جيج حيث الترحال هو نمط عيش السكان لا حظ للمرأة في العلم والمعرفة ولا هواء حياة كريمة تتنفسه تحت سقف الخيمة إلا شظف العيش والتفرغ طوال اليوم لشؤون البيت ورعاية الأبناء العيش هو عرعلينا هنا المحن مكان مدرسة مكان والو وفتكر فيها مع الحطب مع الهدم مع النجاجة خدمة هذه هي لكن الإخوة الصغار استطاعوا الإفلات من قبضة الأمية فبعد المدرسة بثلاثين كيلو مترا لم يحجب نزيها ذات العشر سنوات عن نور المعرفة والفضل في ذلك للمدرسة الجماعاتية بمدينة بوعرفة التي فتحت أبوابها عام 2009 ومكنت من انتشال فتيات الوسط القروي من براثن الأمية بعيد علي المدرسة بجيت هنا بش نقود في الداخلية نقرأ نبات كل شي مزيان الحمد لله فاش كنت في العربية كانت بعيد علي المدرسة وبغبة أطلب سمنه بش يجيبني هنا للداخلية بش نقرأ ما نضيعش قرايتي عرفت استقبال مجموعة من تلاميذ الرحل اللي كان مزعين على أكثر من 8 الوحدات المدرسية في رعيات وكان مجموعة تلاميذهم لا يتعدى 31 تلميذ فيه من نسبة قليلاً على الفتيات الآن هذا الرقم بعد استفادتهم الداخلية والخدمة تتعلم مجموعة انتقل من 31 إلى 115 تلميذ تشهيد المدرسة الجماعاتية بابن قيل الذي كلف إنجازها 73 مليون سنتيم وساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب150 ألف درهم مكنا من توفير الإطعام والإيواء لمئة من التلاميذ بينهم 20 تلميذ إنشاء مجموعة من المدرس الجماعاتية في طلع عرض ترباوي الخاص بتشجيع تنضرس في الوسط القراوي من بينها مثلاً مدرس جماعاتية الحالية القائمة في نيابة إقليم فيه المتبثلة في ثلاث مؤسسة تعليمية تحتاضين 360 تلميذ وتلميذ من بينهم 120 تلميذ في ثلاث مدرس جماعاتية هذا وتقدم الوزارة الوصية دعماً اجتماعياً لمحاربة الهضر المدرسي عبر برنامج تيسير الذي يستفيد منه 98% من تلاميذة الوسط القراوي بالإقليم بنسب متكافئة بين الذكور والإناث فضلاً عن خدمات الإطعام والنقل المدرسي